بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار قال الإمام المسنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع في كتاب الطلاق باب ما جاء أن الطلاق الأمة تطليقتان قال حدثنا طلاقة الأمة تطليقتان عامة الحرائر التلاق مرتان فيمساكم معروف أو تسرهم محسان فإن طلقها يعني الثالث والعامة الحرائر لهن ثلاث تطليقات لا يحل لها من بعد حتى تنكيها زوجا غيره أما الأمة إذا طلقت تطليقتان فيكون تكون هي محرمة لا زوجه الرجوع أو المراجع فيها إلا أن تنكيها زوجا غيره هكذا الحديث في جاء قال حدثنا محمد بن إحيان نيسى بوري وهو الإمام الذهل شيخ الأئمة رحمة الله عليه وعليهم قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج قال أخبرنا مظاهر ابن أسلم وهو مظاهر ابن أسلم المخزومي ضعيف في الحفظه قال حدثنا القاسم أن عائشة رضي الله عنها قاسم من محمد بن أبي بكر من الثقات المعروفين فإذا الرواة كلهم ثقات إذا أراد الإنسان أن يحكم عليه ناظرا لإسناد هذا الحديث فلا يجد فيه إلا الرجال ثقات إلا أن فيه إلا مظاهر وفيه علة أخرى وهو التدليس ابن جريج ابن جريج قال لو كان هناك تدليس لكن ابن جريج هنا لم يدلس ابن جريج يدلس لكنه هنا قال أخبرنا مظاهر فإذا مدار الإسناد على مظاهر ابن أسلم المخزومي وهو ضعيف فيكون الحديث ضعيفاً جاءت رواية من طريق آخر قال محمد وأخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا يعني أبو عاصم لم يذكر في الإسناد الثاني ابن جريج ابن جريج لم يذكره وليس ببعيد أن يكون أبو عاصم سمع لأنه قال أنبأنا أبو عاصم النبيل ضحك منه قال أنبأنا فليس فيه شبهة أن انقثاه فيكون أخذ الإسناد العالي بحذف ابن جريج فالحكم على الإسناد أنه ضعيف تلاق الأمة التطريقتان وعدتها حيضتان عدد الحرائر ثلاث حيض أو ثلاث سلاسة أقرأ كما جاء فيها فهنا على ما قال الله تبارك وتعالى الآية فعليهنا نسب ما على المحصنات الآية إشياء فعليهنا نسب ما على المحصنات من العذاب يعني فرق الله تبارك وتعالى بين أحكام العبيد والرقاء وبين الحرائر ففي مسألة التلاق أيضا هي تبين أما تبين بتلقتين وأما بيننا تامة وأما الحراء الحرة لا تبين أو لا تحرم على زوجها العود فيها إلا فيها بعد التطلقات ثلاث كذلك فإن أتينا بفاحشة فعلينا نسب ما على المحصنات من العذاب قالوا والآية تدل على أن الله تبارك وتعالى لما ابتلاهم أي لأرقاء والرقيقات بأنهم تحت أيدي ناس وهم خول لهم فجعل الأحكام تخفيفا عليهم أيضا فعدتها حيثتان الحديث الضعيف من أين يوخذ الحكم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونعم أن عبد الله بن عمر صح هذا كذلك صحابة آخرون قد صح عنهم هذا الحكم وهو أن الأمة إذا طلقت تطلقتان فقد بانت منها بينونة تامة لا يجوز لزوجها سواء كان حرا أو أو أما ابن حزم يقول لا أي كانت هي امرأة من نساء بني آدم فعدتها أيضا ثلاثة أقرى وتطليقها ثلاثة طريقات هذا خلاف قول العيمة وخلاف قول السحابة أيضا السحابة جاءت أنهم موقوفات وينبغي أن يكون من أصول الفقه أصول الفقه الصحيح في الحقيقة إذا وجدنا في كتاب الله وصنة رسول الله لا يمكن أن يكون خلافهما في اجتهادات السحابة وأقوال السحابة لكن إذا لم يوجد الدليل فيهما فلا يعد على أقواله أو عن أقواله السحابة رضوان الله عليه مجمعين فإذا ثبت أن السحابة رضوان الله عليه مجمعين أنهم حكموا أن الأمة تطليقها الأخير تطليقتان وإدتها حيضتان ويجود لها بعد الحيضتين أن تتزوج زوجا آخر نعم فأما اللفظة بهذه الهديث فإذا الاستدران لا يكون بنفذ هذا الحديث إنما هو بفتاوى السحابة رضوان الله عليه مجمعين قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب وقد قلنا بالتجربة أن إذا كان الترمذي الغريب فكأنه يحكم عليه به الضعف عامة هذا هو لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث إلا أنه لو لم يعرف غير هذا الحديث لا يضر قد يكون هناك أحدان يعني لا يكون له إلا راوين ماحد ولم يكون إلا رواية ماحدة وهي صحية لكن الشأن في كونه مظاهر أنه حل حفظه وضبطه صحيح وإن كان صدوقاً في ذاته صادق اللهجة لكنه ما دام حفظه ضعيف فلذلك يكون العلة كونه ضعيفاً في حفظه وليس لأجل أنه لم يروع عنه إلا هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هنا يقولون أن هناك أحدث ضعيفة قد عمل به الولماء الولماء في الحقيقة من هم العيمة المتأخرون لا شك فيه أبو حنيفة سفيان الثوري الإمام يرشافي أحمد وإسعاق وغيرهم لكن لابد أن يكون لهم بناء على هذا إما أن يكون إجمع السحابة أقوال السحابة أو هم أجمعوا على هذا أو رأوا الأكثر هذا فيكون ليس الحديث الضعيف هو الذي يوم البيت فهناك بابان في باب الحديث يقولون هذا الحديث صحيح ولكن لم يعمل به الولماء هذا ما يمكن أن يكون أبدا حديث صحيح لم يعمل به الولماء لا يمكن أن يكون كذلك حديث ضعيف لكن عمل به الولماء لا يمكن أن يكون يعمل إلا على إجمع وهو دليل من الأدلة أما الحديث الضعيف فلا يكون عليه العمل هذا جاء في قول بعض الولماء وهو الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث الضعيف أفضل من القياس لكن الأئمة فسروا وفصلوا قالوا لا يقصد الضعيف بمعنى الضعيف الذي هو نفسه يعني يطرحه إنما هو ما يتقوى بأمثاله ويكون حسنا لغيره كما فصل ابن القيم وابن تيمية وغيرهم وغيرهم وهو الصحيح وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص فقال هو ضعيف الحديث قال كيف حديثه قال ضعيف هل تجدون ما تقويون به هذا موجود في العلو المعرفة الرجال كأنه متابعات الشواهد أو تقوية أو قل الاستلاح الذي استلها في الأخير ويقولون متقدمون متأخرون كل هذه مما عملته في الحقيقة هل متقدمون نتقوا بشيء وعملوا به وعليه بنار إما استلاحاتهم فإذن الإمام أحمد كان يشيل هل تجدون ما تقون به وهكذا كان يقول في بعض الأحيان يشيل هذا الذي نشوفها في الواتسابات وكذا يعملون هذا لهو أصل في الحقيقة نعم أنه شد الأسابة على الأربع ورفع أسبوعه هذا موجود في الأسئلة مسائل الإمام أحمد وغيره مذكور فيه حرك رأسه وهكذا وحرك يده فالمسائل على كلها نقول الإمام أحمد رحمه الله أيضا ما كان يستدل بالحديث الضعيف المطروح إنما هو ما تقوى بمثله أو بما هو فوقه فالعمل على هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هذا الحديث الضعيف إنما عملهم على إجتهادهم وعلى استنباتهم من الآية الكريمة وإن فينتين وفاحشة فعليهن النسف وعلى المحسنات من العذاب فهذا نوع من العذاب ونوع من فيه تضيق عليهم فجعلت عليهم جعل الله تبارك وتعالى عليهم فرجا في تطليقتين وفي حيضتين هذا التفريق قال به بعض العلماء لكن الصحيح الأمة الحكم باعتبار الأمة إن شاء الله هي إذا كانت أمة فتطليقها سواء كان الزوج حرا أو زوج عبدا نعم قد يكون العبد وزوجها أمة والزوج قد يكون حرا وتزوج أمة فالحكم واحد إن شاء الله نعم لكن إذا فرضت أن هناك حرة تزوجت عبدا أيضا يكون عدتها والله أعلم هي حرة على اعتباره النساء وجاء الحديث الضعيف أن التلاقى بالرجال والعدة بالنساء وهذا أيضا لم يثوت للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الحكم الثابد في عمل السحابة رضوان الله عليهم هو هذا الحكم ومنه يوخذ الدليل قال أبو عيسى وهو قول غير واحد يقول هو قول أهل والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإساق يعني إساق بن راحوية رضي الله عنهم جميعا باب ما جاء في من يحدث نفسه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم قال حدثنا قطيبة وهو ابن السعيد البغلاني أنه قال حدثنا أبو عوان من يكون هذا والضاح بن عبد الله ليشكر يا الإمام أن قتاده وهو ابن الدعامة أن زرارة ابن عوفة زرارة ابن عوفة العامري الخرشي هكذا من ثقات من ثقات التابعين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به فإذا لا يوصف الشيطان في قلبه عاد فكر أنه يتسوج فأنه يطلق زوجته فطلق زوجته يجب عليها أن يراجعها وكذا وكذا إنما هذا حديث النفس ليس له أي عمل إن شاء الله وحديث النفس في الحقيقة لا يوأخذ لي الإنسان بأي شيء نعم إلا إذا كان في مكة والله أعلم من المعاصي في مكة على ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن يورد فيه بإلحاد بذلم نذقه من عذاب آليم ومن يورد فيه يراد محظة إذا أراد أنه يعصي أو يأتي بمعصية كبيرة أو صغيرة في مكة لأذاقه الله لأذاب الأليم وقال عبد الله بن مسعود ولو أن أحدا بعدن أبيا همع يقتل رجلا بمكة لأذاقه الله الأذاب الأليم ما لم يتبيني فإذا لا تحتاج الإنسان إذا هم بصيات ولم يعمل بها في الدنيا فكتبت له حسنة وإذا هم بحسنة ولم يعمل بها كتبت حسنة أيضا وإذا عمل فالحسنة بعشر أمثالها وإلا في مكة والله فهذا من تعظيم مكة يجب على الإنسان أن يحافظ حتى على قطرات نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ولو أن أحدا وهو بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بمكة لأذاقه الله الأذاب الأهم فقد وجاء بعض الأقوال قال بعضه هنا ليس الإرادة مقصود الأهم فقد إنما المقصود منه العزم إذا عزم عزما جازما فيواخذ عليه لكن الراجي في أقواله الأولماء أن الهم والإرادة فقد يوجب عليه العذاب الأليم ولذلك الذي أكرمه الله بسكن مكة يجب أن يفتش عن نفسها عن منقلتها أو جائفتها دائما نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق نعم الجد ما قال أبو إيسا هذا حديث حسن صحيح ونعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به إذا تكلم به وشهد عليه ناس أيضا أو تكلم به زوجته ولم يشهد عليه وقع الطلاق ويشهد عليه حتى لا يأتي الشيطان فيقول أنا ما تلقته لذلك الإشهاد قالوا إنه واجب لكنه ما لم يتكلم لم يعاخذ عليه ولم يقع الطلاق مطلقا ولذلك أدخل هذا الحديث بهذا الباب تجاوز الله لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به وتعمل باب ما جاء في الجد والحزر في الطلاق قال حدثنا قطيبة وهو بن سعيد البغلاني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل المدني وهو قال صدوق كان يهيم من عفظه لكن كتابه صحيح هنا من الممكن أن يكون وهم إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا رفعت عنه الوهم ولم يظهر لنا أنه روى من كتابه فإذن يعني هذه بدقة إذا رأينا نجد أنه قد يكون شبهة الخطأ لكن إذن الفرد لكنه ما دام لم ينفرد به والحديث جاء من طرق أخرى أيضا أنا حبيب ابن عبد الرحمن ابن حبيب ابن أدرك أو عبد الرحمن ابن أدرك هكذا جاء وهو فيه ضعف ضعيف الحديث فيه ضعف ليس ضعيف مطلق قالوا فيه ضعف المدني أن عطاء هو ابن أبي رباح أن ابن ماهك وهي يوسف من ماهك أو ماهك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع يعني إذا حتى لو تكلم هزلا ومزاها واستهزا أيضا وقال تزوجت ابنتك مثلا أو قبلت ابنتك زوجة لي فهذا لا مناص له إلا أن يتزوج بالحقيقة نعم لأن هذه مسائل عرض لا ينبغي للإنسان أن يلعب بأعراض الناس كذلك إذا قال ثلاث الطلاق والنكاح أيضا جاء فيه رواية أخرى من روايات في هذه الرجع وفيه بدلها العطاق يعني إذا مزح مع عبده أنت حر فقد خرج من يده ثلاث جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع إذا كان بلفظ صريع الطلاق هكذا تعرفون أن هناك ألفاظ كناية والألفاظ الصريع ألفاظ الصريع لا تحتاج لها إلى نية إذا قال أنت متلقة أو أنت طالقة وطلقتك وهذا لا يقول أني كنت أمزح أو كنت أريد أنها تذهب من بيتنا إلى بيتها أو كذا لا يقبل هذا التعبير لكن إذا كانت كناية أنت خلية كما مصل أنت برية إلحق بأهلك إذهب ما لي معك علاقة وكلام من هذا فهنا تحتاج إلى نية أما إذا كان للفظ صريح في النكاح والطلاق والرجع فلا يحتاج إلى نية يحكم عليه بما نتقى نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا إنه ليس غريب فقط حسن غريب جاء من ترق أخرى إذا وإن كان فيه بعضهم يهم من حفظه وبعضهم فيه بعض الضاف ما ذلك الحديث جاء من ترق أخرى دل على أنه لم يغلت أو لم يخطي في هذا الحديث هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب ابن أدرك المدني هكذا أدرك أدرك بصيغة فعل الماضي أو تقول أدرك مثل أحمد فيكون ممنوعا من الصرف مو كذا العالمية ووزن وزن الفعل العالمية حبيب ابن أدرك ولا تقول حبيب ابن أدرك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك وهو على كل أهل عند العلم وجاءت الرواية عند غيره أيضا قال أن الفضالة ابن عبيد عند التبران ثلاث لا يجود اللعب فيهن التلاق والنكاح والعطق وفي إسناده فقط ابن لهيع لكنه يستشهد ويتقوى ويقوى وأن عباد ابن الصامد عند الحارث ابن أبي وسامة في مسنده رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يجود اللعب فيهن التلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبنا ويسناده فيه انقطاع جاء أيضا عند عبد الرزاق نبي ذر من تلق وهو لاعب فتلاقه جائز ومن آتق وهو لاعب فإذقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحنا جائز فيه انقطاع أيضا جاءت رواية من طرقنا لكلها الحسنه العلماء وهو عليه العمل كما قال الترمذي رحمه الله فإذن لا يجود للإنسان حتى لو تعلل أني لا عالم بالفعل إذا كان في هذه البلاد هل لا عالم يقبل منه ما يقبل واحد من مكة يقول ما كنت عارف أنا خرجت من بيتي أحرمت جاء بالفعل يسألون غراهب المسائل هذه يقول خرجت من بيتي وجيت وتهت وسعيت قصرت ورحت قلنا ما رحت خارج هدود الحرم قال لا ما رحت خارج هل أفتاك أحد قال لا بس جاء في نفسي هذا لو كان قال أن بعض العلماء يجهزون أو كذا وآفتون بعض الناس سبحان الله يفعل مصر هل هذا هذا الجهل لأن عامة الفتوان لابد أن يجمع بين الحل مكي طيب هل يقبل منه الجهل وهو يعيش في مكة ليل نهار وقد ولد فيه نعم لا يقبل إما إذا كان في مجاهل أفريقيا أو في مكان آخر الذي قثفت ربما والله أعلم يعني الجهل قد يوفى عنه إن شاء الله ويعذر إذا طلق ثم رجع فلا يقال إنه أني ما رجعت إذا قال راجعتك لنبات يقع الرجوع معناه أنه يرتجع إذا كان يريد أن يطلق ثانية أو ثالثة هذا له حقه لكن الرجع حصلت والطلق ثبتت بحقه نعم ولو هازلا نعم ولو هازلا نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واخترف أهل الأمن في عدة المختلف لا جاء هذا في مسألة أخرى نعم قال باب ما جاء في الخلع الخلع هو معروف من خلع الثوب وهناك يعني استمال هذه الكلمة من عفصه المعاني في النكاه والطلاق لأنه أو في الفراق في الحقيقة لأن النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فالمرأة تلبس لباسها الزوجية والزوج يلبس لباسها الزوجية فيخلعان هذا اللباس صار خلعا هناك تلاق وهناك خلعا فاصطلح الخلع ما إذا كانت المرأة خلعت لباس الزوجية من طرفها من جهتها أما إذا كان من جهة الزوج فلا يسمى خلعا إنما يسمى طلاقا والخلع أيضا له معنى هو أنها تعطي البدل كما يأتي في كتاب الله تعالى فألا هذا المعنى الخلع سمي لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن نعم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان هو العدبي القرش قال عنبان الفضل بن موسى وهو الصينان يسقى عن سفيان وهو الثوري عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد القرشي وهو مولى آل طلحة كوفي انثقه عن سليمان بن يسار من اثقات المعروفين التابعين عن الربيع ليس الربيع عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء انها اختلعت على اهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت امرها النبي صلى الله عليه وسلم امرت كلاهما صحيح امرت بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مبين لشرع الله تعالى في أهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو فيكون رواية بالمعنى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد فذهب فأمرها إلى آخره أو أمرت أن تعتد بحيضة قال وفي الباب عن ابن عباس هنا أيضا مسألة أن المرأة إذا تلقت فتعبد أن تعتد تلقة لا بد أن تعتد ثلاث خيض أو ثلاث قروء لا اختلاف لكن الخلع هل هو تلاق ليس بتلاق لأن الله تعالى ذكر الخلع بين التلقتين والتلاق الثالث يقرأوا لنا الطلاق مرتان فهمساك بمعروف وتسرع بإعسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما عطيتم هنا شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به هنا فلابد أن تفتدي بالشيء ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى فإن تلقها فلا تحل له من بعد التلقة الثالثة ذكر فيما بعد فإذا ليس هناك تلاق رابع الخلع ليس تلاقا لو كان تلاقا لما كان يكفي أن تعتد بحيضة واحدة قال أبو عيسى حديث الربيع بنت معوذة الصحيح أنها أمرت الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة نعم بعضهم راوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها تعتد بثلاثة غيضة والإمام أحمد رحمه الله صحح حيضة واحدة وهو الذي كان يفتي به رحمه الله نعم ثم قال حدثنا أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي من يكون هذا له لقب خاص مضابنا بعيد صائقه لشدة حفظه كان يسمى صائقه قال أنبأنا علي بن بحر وهو ابن كنيز السقاء قال أنبأنا هشام بن يوسف السناني أن معمر وهو ابن راشد أن عمر بن مسلم وهو عمر بن مسلم الجندي اليماني أن عكرمة أن ابن عباس أن مرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على أهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد بحيضة وقصة لمرأة ثابت ابن قيس جميلة بنت بسرول وهي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحقيقة يظهر عدل الإسلام وأن المرأة ليست عانية بالمرح عنده بحيث لا يجود لها أن تنفك من الزوج إذا كرهت سواء كرهت في خلقه أو خلوقه لأن قصتها في الصحيح في الصحيح مسلم وغيرها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله ما أن ثابت ابن قيس ما منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم كان خطيبا نبي صلى الله عليه وسلم كان من أفسح الناس لكنه كان قسيرا دميما سبحان الله فرأت مرة وهو آت بين اثنين وهو أدمهم سورة وأقصرهم قامة قد يكون الله على ما هذا قد أثر وغيره أيضا فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا يشتم رأسي ورأسي سأبت أبدا فلابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاول السلح أخيرا قال أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة انظروا زيادة الكرة قالت نعم حديقة نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا أنا وريد أن أذكر هذه أما الزيادة فلا في مسألة خاصة في هذا الباب في الحقيقة ينبغي أن ينظر فيها هل يجوز للمخالع أن يأخذ من المختلعة أكثر مما آتاها في المهر أم لا تاتي المسألة والحاصل أن امرأة ثابت ابن قيس أيضا اختلعت من زوجها ثابت ابن قيس ابن الشماس وعلى أهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واخترف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة يعني ثلاث حياب وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة إذا أريد أهل الكوفة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وبه يقول أحمد وإسهاق وقال بعض أهل العلم أحمد وإسهاق انظروا هنا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسهاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا أي إلى أن عدتها حيضة واحدة فهو مذهب قوي الحديث يصحي وهو أما ما نقل عن الإمام أمد هنا جاء عنه مغني وغيره أنه قال حيضة واحدة ثبت في المسائل عنه فلعله يكون رجى عن هذا القول وهذا أقدم فيما يظهر والله ألم ولذلك انظروا إسهاق بن راهوية وهو قرين الأمام أحمد رحمه الله ومعاصره قال إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي في الحقيقة فإذا المسألة تكون ذات الوجهين إذا كان الإنسان لكن متى تكون ذات الوجهين إذا لم تثبت هذه الرواية إذا ثبتت هذه الرواية أمرها أن تعتد بحيضة فقد قتى كل قول بعد هذا والله أعلم وهو ثابت فإذا الراجح في هذا الاختلاف والله أعلم أنها تعتد بحيضة واحدة يعني تكون قد خرجت من أهدة الزوجية بحيضة واحدة يجود لها أن تتزوج بعد ذلك أما إذا قلنا أنها تعتد بثلاثة ما يجود لها أن تتزوج إلا بعدما تعتد ثلاثة حيض نعم ومسألة الأخذ الزيادة في الفدية في الحقيقة كان يختلج في البال كثير وأنا كنت أدرسي هذا فرأيت في هذه المسألة في الحقيقة فشمعت قديم أيضا فوجدت أن في الحقيقة السحيح في هذا الحديث السحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الزيادة فلا لكن الذين قالوا يجوذ أن تأخذ أو يجوذ أن يأخذ منها ما شاء ولو عقاس رأسها لتربط بها شعر رأسها سبحان الله هكذا قالوا حتى ثبت وأنا بحثت في هذا فوجدت كانت ثلاثة لرسالة ما أدري وصلتكم ولا ما وصلتكم قبل مدة وهو الفدية في الخلاء ففيه ذكرت الآية ثم تفسير الأئمة للآية وجدت شب سبحان الله لا تقول قولا إلا ولك فيه إمام فأكثرهم الذين مفسرون قالوا ما هذه كلمة عامة في مفتدت به من وما للعموم فلو كان آتا ريالين يجود رون يأخذ مليونين نعم هكذا هذا ما ناو طيب لكن أثناء البحث وينبغي للباحث أن لا يكتفي بمذهب واحد أو كذا ينظر أقوال الأئمة الجساس هو الحنفي وعندهم تعصب لكثير أنا جربته قديما وعديثا لكن الجساس الحنفي رحمة الله ليقول وإن كانت كلمة لأن هذه المسألة كانت مستدل بها بكلمة ما قال وإن كانت كلمة ما بال للعموم إلا أن الحديث يخصها الحديث يخص بمعنى أما الزيادة فلا وهذه أما الزيادة فلا فجاءت أن مرسلين صحيحين أيضا أن أعطاه وكذلك أن ابن سيرين وغيرهم والمرسل وحده عند الأئمة لها حجة فكيف إذا تعاضد به حديث مرفوع صحيح لا شك أن ذكرت إذن أقوال بعض السحابة فمنهم عثمان رضي الله ونحن جاء عنه قال يأخذ ولو يقاس رأسه لكن عمر رضي الله عنه نهى أخذ الزيادة كذلك عبد الله بن عمر أخذ نهى 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 في موصوة فقه الأوزاي قال الأوزاي إن القضاء عندنا لا يجهزون أخذ زيادة على المهر في الخلاء انظروا أردت أن أجد أن شريح أقضى قضاء الإسلام وتتبعت كتاب خلف ابن وكية هذا أخبار القضاء ما وجدت فيه فإذا وجدتم شيء فالذي استقر في الحقيقة أنه يكون ظلما إذا كان آتى 2020 ألف ويأخذ مليون أو مئة ألف هذا ظلم ولا شك فيه ثانيا نعم من الممكن أن تكون المرأة إذا كانت هي بدون سبب تطلب الخلاء وكذا فمن الممكن أن يكون تعزيرا عليها يجيز القاضي أن يأخذ زيادة أما في عامة لها قد تكون هي مظلومة قد تكون هي مظلومة ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ الزيادة هذا الذي وقر في الزهن بعدما جاءت هذه الأدلة ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في المختلعات التي تطلب الخلاء لتلم افتعال قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلا أبو كريب قال حدثنا مزاحم ابن داود مزاحم ابن داود سقة داود ابن علبة أنا أبيه داود هو داود ولا زواد الصحيب فيه ذواد بفتح الذالي نعم ذواد بفتح الذالي المعجمة والتشديد الياك ما ضمد نعم ابن علبة أنا أبيه ذواد ابن علبة الحارثي نعم الليث وهو فيه ضعف ليس ابن ساد هو ليس ابن ابن سليم ابن زنيم أيضا ضعيف أما ذواد ففيه ضعف لكنه كان عابدا صالحا نعم أنا أبي الخطاب أبو الخطاب هذا بهذا اللفظ هو مجهول أنا أبي زرعة وهو هارم ابن جابر أنا أبي إدريس وهو الخولاني أن ثوبانا للنبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات هن المنافقات يعني كأنهن أملون نفاق عملي وليس هذا نفاق أقدي إذا كان نفاق أقدي معناه يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا كفر وكفر وثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا نفاق عمليا لا نفاق أقديا وهنا منافقات بهذا المعنى قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس يسناده بالقوي لأجل ليس بن أبي سليم وكذلك ذواد ابن علبة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي ممرأة هنا جاء أي ممرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رايحة الجنة ولم ترح رايحة الجنة يعني لا تجد رايحة الجنة وكما جاء في أحاديث قوين رايحة توجد من مسيرة أربعين ليلة فهذا الحديث الصحيح ويوافق ذاك الحديث الصحيح كذلك أحاديث أخرجات أنها أيضا صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عيم في الحلية بإسناد صحيح المختلعات والمتبرجات هن المنافقات فبهذا المعنى الحديث الصحيح المختلعات هن المنافقات كذلك مثل قالوا إن هذا المقصود منها لا شك فيها أنها ليس إخراجا منها باسم النفاق من الإسلام إنما إنما هو كبيرة من الكبائر أي عمل قد أطلق عليه النفاق فهو كبيرة من الكبائر مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رايحة الجنة ولم يرح رايحة الجنة ثم قال حدثنا حدثنا بذلك أخب أنبعنا بذلك محمد بن بشار وهو محمد بن بندار وهو بشار بندار لقب قال أنبعنا عبد الوهاب من يكون هذا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن السلط الثقف الثقة قال أنه قال أنبعنا أيوب هو السقطياني أنا بإقلابه اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أم من حدثه أن ثوبان أم من حدثه أن ثوبان هو فيما مضى بنى أن ثوبان رضي الله عنه الحديث ماذا هو ومن هو انظروا لأن قرأت لكم أبو إدريس الخولاني لأن المبهم يعرف بمجيه من طرق أخرى فكلتا الروايتين أن ثوبان أم من حدثه أن ثوبان هو أبو إدريس الخولاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة سألت زوجها طلاقا من غير مع بأس فحرام عليها رايحة الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث أن أيوب أبي قلابه أن أبي أسماء ثوبان إما أن يكون أبو إدريس الخولاني أو أبو أسماء كلاهما وأبو قلابه يروي أم من حدثه فهنا أبو أسماء وهو أمر ابن مرثد الرحبي أبو أسماء ثوبان وهو أمر ابن مرثد الرحبي أبو أسماء الدمشق من ثقات من ثقات التابعين ورواه بعض من أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه ولا يذر يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقفه ألا ثوبان والموقوف يقوي المرفوع إن شاء الله لأن السحابية يكون الحديث عنده صحيحا معروفا بإسناده عند الفتوى أو عند الحاجة قد لا يرفعه ويقول المختلعات هن المنافقات أو لم ترى رأي حتى الجنة نعم باب ما جاء في مدارات النساء مدارات إش هي دار يداري كأنه يقول أصله دار يداري فالدأرات أي أدفعت فعادك أن المان قال ادفع بالتي عسن حتى ادفع بالتي عسن فإذا الذي بينك وبينه تغمض عينك بعض اخطائها أو إذا تكلمت كلمة أو إذا عملت عملا ليس في كل صغيرة وكبيرة تحاص في الحقيقة أما إذا حاص ما دار وما لعطفه فالمدارات مدارات النساء ملعطفة والمدارات غير مداهنة غير المداهنة فالمدارات يكون في حقوق وهضوذ نفسه في الغالب أما المداهنة قد يكون في حق الله تعالى المداهنة لا يود لو تدهنوا فيدهنوا فالمدارات له المداهنة نعم قال لكن أيضا المداهنة إذا أراد أن ينبه أيضا فباللطف ما هو كذا يا عيشة لا تصبخي عليه أو لا تشجي عليه الشيطان وبهذا المانع الذي جاء فيه لما سبت أو تكلمت رضي الله أنا كذلك لما شارب الخمر لا تعين عليه الشيطان أو كذا نعم فالمدارات يعني خاصة يكون في حق الإنسان وفي حظ نفسه يسكت ويسبر ولا يحاسب حسابا دقيقا ولا شك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا من أعلى درجات من الخلق الذي أثنى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله وعبد الله بن أبي زياد عبد الله بن أبي زياد وهو الزهري عبد الله بن أبي زياد أيضا قالوا إنه قطواني عبد الله بن أبي زياد القطواني نعم وزياد هو عبد الله بن حكم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن أبد الرحمن ابن عوف نعم سعد ابن وقاس قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب ابن أخي ابن شهاب يعني ابن أخي الزهري نعم حدثنا يعقوب ابن أبد الرحمن ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن سعد بن أبي وقص أنا أظن من أبناء سعد بن أبي وقص وليس من أبد الرحمن ابن عوف نعم أيعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف أنا أذكر أنه من أبناء سعد بن أبي وقص انظروا في عندك شوفوا الله فيكم ذكروا الشيطان لا يغلب علينا قال حدثنا ابن أخي الزهري الزهري من هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري وهذا محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله الزهري يعني أخو الزهري عبيد الله ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري فابن أخي الزهري محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله الزهري وهو ثقة أن عمه يروي أن الزهري أن سعيد المسيب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها ألا عواج أولا عواج كلاهما إن شاء الله يعني هي كالضلع وفي رواية أخرى خلقت من ضلع يعني في فترتها ألا عواج أو خلقت من ضلع آدم كما هو معروف أيذن فإذا لابد أن يكون بها العواج دائما فإذا ذهبت تقيمها كسرتها وإذا تركتها استمتعت بها ألا عواج ياقوب بن إبراهيم بن ساد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري نعم حياكم الله بارك الله فيكم نعم فإن ذهبتك ذهبت تقيمها وهو بالفعل هذا هو سبحان الله كم من الناس والرجل ينبغي يكون رجلا بأقله الرجال لا يتنازل في نسبة أقلها بمجرد شيئا بسيط هي قال طيب إذا كنت رجال تلقني قال أنا رجال خلاص يعني كيف سوف انتفاضة أنا رجال وإلا يتلق وبعد ذلك يبكي وراء نعم مثل ما قال هذا ندمت ندامة الكسعية لما غدت مني متلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج بها ضرار الكسعية هذا لما كان راميا وكان يرى الغنم فرأى في الجبل شجرة فرأى أن هذه محدودبة كذا هذه تصله أن تكون قوسا فأتآهدها حتى إذا استوت قتآها وبرى بها نبل وكذا وعمل قوسا ففي جنه الظلام من بعد المغرب خرجت ضباء فرمى فخرج يعني أصابت الحدف السهام وخرج من السيد حتى ضرب في الجبل ورأى شرارة فقال هذه أخطأت الثانية أيضا بهذه السورة فكسرها لما أسبح الضباء ميت موجودة فقال إيش قال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسي هذه كلها الحاصل فياتي والله كثير منهم من بعيد من أقاس الدنيا والله كنت غضبان هل كنت غضبان تضرب رأسك في الجدار نعم نقول لا تلاقف الإغلاق فالمسائل هذه ولذلك الإنسان إذا صبر شيئا ما هي بنفسها تاتي وتتملق أمامك نعم فإسألوا الذين ما شاء الله يعيشون بين أربع ثلاثة أو لا يا الرجال واحد من الإخوان والله في عبرة أعرفه قلت يا أخ صالح نحن في واحدة متعبين أنت بين ثلاثة كيف قال أقول لك والله أنا أجلس تاتي هذه شوف هذه قالت كذا وهذه قالت يا أخوان ليش ما تتكلم يقول هكذا يحكي لي هكذا يحكي لي ويطعبون ويطعبون بعدين أقول يسكتون تسمعون لي أخرج هكذا يعيش الإنسان ما دام تحمل الصخرة لعبودها يكون يصبر الله أستهل يعني يقول هكذا يقول لي هكذا قال لي بهذه اللفظة والله بهذه اللفظة قال فالإنسان كان عاقلا إن شاء الله وهي نفسها تندم في الحقيقة تندم نفسها تاتي في الوقت الآخر يقول تعفوني أو كذا فإذن ينبغي للإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك أن النساء أغضبنه صلى الله عليه وسلم ولذلك أعلى منهن شهرا واعتزل ولم يقرب منهن هذا أعظم تربية أعظم تربية ولذلك قالوا أنه إذا كانت مرأة فيها نشوذ فينام معها لكن يوليها زهرها ما يوليها وجهها هذه كلها لكلها تربية في الحقيقة ينبغي للرجل أن يكون آقلا في هذا وخاصة إذا كان بينه أولاد والله كم يضيعون الأولاد لما بينهم لو صبروا شيئا ما لكان خيرا لهم ثم بعد ذلك قال باب ما باب ما باب ما يسأله وأبوه أن يطلق قال وفي الباب عن أبي ذر وسمره وآيشة قال أبو عيسى حديث أبي فريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ويسناده جيد قال باب ما جاء في الرجل يسأله وأبوه أن يطلق gezاجده قال حدثنا أحمد بن محمد من هو أحمد بن محمد العبسي قال أنبانا مروزي قال أنبانا ابن المبارك وهو عبد الله مبارك المروزي قال أنباء ابن ابي ذيب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الثيب الفقيح عن الحالس ابن عبد الرحمن وهو أيضا من الفقهاء عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت إمرأة وحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر طلق إمرأتك هو يعني لا شك أن عمر لما كان يكرهها لابد أن يكون في خلقها ودينها وإلا ما كان ليه يأمرها بالطلاق ويكون هو ظالما والطلاق بدون السبب أيضا سواء كان من طلب الأم هذه مسائل تاتي سبحان الله كثير الأمهات وكذلك الأبوان كما يقولون يتدخلان بدون حق وهذا أيضا يكون سبب للطلاق فلا يجوز ابن التيمية رحمه فصل تفصيلا جيدا في فتوى قال إذا أمر الأب أن يطلق زوجته لا يجب عليها أن يطيعه في هذا لأنه قد يكون في معصية إذا كانت مرأة ذات خلق ودين وهو كرهة لسبب من الأسباب الأخرى لا يجب عليها أن يطيع الأب لا يجب عليها أن يطيع الأب نعم إسماعيل أتاع أباه وغير أعتبته معروف هذا عليهم السلام أنبياء والنبي ابن النبي لا يأمر النبي ابنه إلا بحق أما إذا كان عامة الناس يأمر أن يطلق زوجته بدون سبب ماضي دليل الشرعي فلا يجب عليه أن يطيعه حتى لا يكون ظالما بظلم أبيه عليه نعم لكن هنا قطعا لابد أن يكون ما دام عمر رضي الله عنه وهو وهو يكون قد كرهها لسبب لا شك أن يكون هو سبب موجب للتلاك فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر طلق إمراتك نعم وجاء في رواية أخرى قال هنا موجود كانت تحت مرات وحبها كنت وحبها وأمرني أو كان عبي يكرهها فأمرني وتلقها ما ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم مهما كان إذا كان الأمور شرعية ودلة شرعية إذا لم تتوب وإذا لم ترجع فيجب على الإنسان أن يطيع باه في هذا لأنه طاعة الوالدين في مثل هذه الحالة يكون هو السعادة فيه له باب ما جاء لا تسأل المرأة لا تسأل المرأة أو لا تسأل المرأة كلاهما المرأة تلاقى أخت إذا كانت وهو لابد أن يكون الإنسان يعني حتى يتفاهم ما هو بسرعة أبو يقال فأنا كذا لابد أن يكون يتفاهم حتى مع أبيه وأمه وكذا لأن المسألة ليس السهلة هي قد يدخل في الظلم إذا كان بدون سوب طلب وبدون تحقق هو تطلق فهذا ليست مسألة هي نفسها مسألة هي مسألة أبيها واختها مسألة القبيلة كلها لهم فيها يعني مسألة العرض فلذلك ينبغي يتحقق بالفعل إذا كان حصل منها خطأ فيمكن أن يراجعها ويطلب منها ويستطيبها ويستعف أو تستعفي من أبيها وأمها هذه كلها مراحل لأن الله تعالى قال والصلح خير ما هو كذا في كل شيء بين الزوجين وبين أبي الزوج وأهل الزوج وكذا لأن الاختلاف لا يصحي نعم باب ما جاء لا تسأل المرأة تلاقى أختها تلاقى أختها يعني الظاهر الأخت هنا أخت مسلمة لأن لا يجوز أن تكون المرأة وأختها تحت اسمة رجل واحد قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان ابن ويين عن الزهري عن سيد المسيب عن أبيه رضي الله وأنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة أو لا تسأل في مثل هذا يقولون النهي النفي أبلغ من النهي ما هو كذا في كتب البلاغ يقولون النفي في موضع النحي أبلغ من النهي نفي يعني ليس من شان المرأة المسلمة أنها تسأل التلع لا تسأل المرأة والعصل فيها أنه لا يجوز أن تسأل نهي لا تسأل المرأة تلعق أختها لتكفئ ما في إنايها لتكفئ ما في إنايها أي لتأكل أو لتتمتع بما تتمتع بها أختها المسلمة نعم تلق تلق فلانا وأنا أتزوجك حتى تكون في فيما كانت أختها تستفيد منها فتستفيد هذا المعنى ولتكفئ ما في إنايها أي تقلب لنفسها ما في إناي أختها وهذا يدخل فيه معنى الحسد ويدخل فيه معنى الظلم أيضا قال أبو إيسا حديث وبي هرية حديث حسن صحيح نعم حتى في رواية أخرى جاء أيضا بإسناد صحيح لا يسلح لمرات أن تشترك تشترك تلاقى وقتها لتكفئ ما في لتكفئ إناءها نعم لا إذا اشترطت هذه في أول الأمر هذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء كان يقول بكل صراحة سمعنا منه قال هذا الشرط باطل وإن وافقها لكن يجوز له أن يتزوئ وبالعكس أنه كان يقول إذا اشترتت أنك لا تخرجي من المدينة لا يجوز لها أن تخرجها من المدينة مثلا نعم بل يجمعها خلاص إذا كان هي لا تطلب لا تطلب حتى يتلقها مثل ما قال واحد أصولي أصول فقه قالت زوجته إذا خيرت بيني وبين فلان من تختار قال ما تأتي مسألة الاختيار إلا إذا تعذر الجمع يعني أجمع قلنا نعم فيجمع بين الاثنتين إن شاء الله ولا نعم باب ما جاء في طلاق المعتوه معتوه ألعته والجنون هذه درجات الله المستعان نعم فالجنون هو الظاهر تغطية الأقل كاملا لا يدري ماذا يفعل وملعته قالوا قد يدخل فيه من كان يسح أوقاتا وينقص أقله تماما في بعض الأحان أو يخف أقله فيتسرف تصرفات يظهر في أوقات ولذلك تأتي مسألة الشخص إذا وصل إلى هذا الحد فكيف يسلي فإذا كان ذهب أقله فهو مرفوع القلم مدفوع القلم لكنه إذا كان في وقت سحوه فيؤمر بالصلاة الغسل والوضو وغيره وغيره نعم فهنا المعتوه بالفعل إذا كان قد حصل له نقص العقل ويدخل فيه الطفل وغيره الطفل إذا زوج فطلق لا يقبل منه لأنه رفع القلم عن الثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فإذا كأن حكمه حكم المجنون لا يقع عليه الطلاق إلا إذا ثبت أن عقله يكون سليما يوم يومين ثم بعد ذلك يأتي عليه بعض الجنون أو كذا فإذا كان في يوم سحوه قد يكون يحكم الحاكم بأنه الطلاق وقع نعم ولذلك يقول بكل قواية وبكل واعي أقول هذا الكلام وأترف ما هو كذا هذه الأشياء قال قال حدثنا محمد بن محمد بن عبد العال السناني أنه قال أنبأنا مروان ابن معابية وهو الفزاري الذي كان له نسبة معروفة من نسبة المهن طاتري كان يبيع ثياب الطاترية أنا أطاي بن أجلان أطاي بن أجلان هذا الحنفي وهو ضعيف بل قال بعضهم متروك ضعيفا جدا أنه يكرمه ابن خالد ويكرمه ابن خالد بن العاس المخزومي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوحي المغلوب على أقله هذا الحديث الحقيقة ضعفوه جدا لأن راوياه أطاي بن عجلان هذا ضعيف أبو محمد متروك متروك بمعنى ضعيفا جدا إلا أن إذا كان المقصود بالجنون المغلوب على عقله فالأحاديث الصحيحة تعطي هذا المعنى فرفع القلم عن المجنون حتى يفيق نعم يقول هنا قال أبو إيسا هذا حديث لا نعرفه مرفوع إلا من حديث أطاي بن عجلان وأطاي بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث ليس ضعيفا فقط قالوا متروك بمعنى ضعيفا جدا لو جاء مثله لا يقويه أو ضعيف أقل درجة منه لا يقوي حديثه ولا يحسنه والعمل والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن تلاق المعطوه المغلوب على عقل لا يجوز إلا أن يكون معطوه يفيق الأحيان فيتلق في حال إفاقتي وهذا هو المعقول إذا كان في حالة إفاقتي وشهد له وشهد له الناس بأنه كان بكامل عقله ففي هذه الحالة تكون والمعطوه بمعنى أتها لا يقال أتها عتها مثل جنة ما يقال عاته إنما هو معطوه مثل المجنون جنة العقلي هو هذا هو فوق المجنون أو دون المجنون مجنون الذي الله المستعان يكون معروفا بأنه ذهب أقله غطي عليه نام والعمل ولا هذا إن دهل لنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال الحافظ في الفتوى فيه خلاف قديم ذكر ابن أبي الشيبة من طريق نافع أن محبر ابن أبد الرحمن طلق مرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة فقيل له إنه معتوهم قال إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر ابن أبي الشيبة عن الشعبي وإبراهيم وغيره واحد مثل قول عليه قال في المرقات قال زين العرب والمغلوب على أقله وم السكران من غير التعداد إذا جاء أحد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن المجنون فإذا المعتوه إذا كان غائب الأقل ونائق صلى قلي ففي هذه الحالة حكم وحكم المجنون الحديث الصحي يدل لهذا لا ينبغي القلاف والله أعلم نعم إذا كان شهد عليه أنه طلق في حالة العتة في هذه الحالة لا يكون المعخوذ عليه ولا أن ينفذ الطلاق مثل النائم وعن النائم حتى يستيقظ إذا تكلم النائم بالطلاق لا هو شهد اثنان أو ثلاث أو عشرة لا ينفذ هذا الطلاق فهو كما أنه يعني في بعض الأحيان يصحو من العتة وبعض الأحيان يغيب في عن عقله ففي هذه الحالة والله أعلم إذا كان صحيا ينفذ وإذا لم يكن صحيا فلا ينبغي أن ينفذ نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم حدثنا قطيبة وهو ابن الصعيد البغلاني قال حدثنا يا لعي بن شبيب يا لعي بن شبيب المكي لين الحديث ضعيف عن حشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عيشة رضي الله وانها قالت كان الناس هذا قول عيشة رضي الله وانها وليست مرفوعا عن النبي صلى الله وليه قالت عيشة كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها يعني في العدة ولو طلق عشر مرات وإن طلق ها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لمرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت فتذروها كالمعلقة قالت وكيف ذاك قالوا تلقك كلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت العائشة رضي الله عنها فأخبرتها فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وآله حتى نزل القرآن التلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس التلاق مستقبلا من كان تلق ومن لم يكن تلق يعني إن كان تلق قبله فهذا كأنه لم يكن له أي حساب فإذا بعد هذا يكون هذا الحديث ضعفه إذا كان تلق من قبل يكن له الحساب إن شاء الله وصلى الله على خير خلقه محمد